طرح رئيس تيار الحكمة الوطنية سيد عمار الحكيم مبادرة لإنهاء ما أسمى خالة الانسداد السياسي ودع الحكيم جميع الأطراف السياسية إلى الجلوس على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة كما دعا أيضا إلى تسمية الكتلة الأكبر وفق ما نص عليه الدستور عبر القوى الممثلة للمكون الاجتماعي الأكبر بحسب معبر وعلى وفق الآتي أولا جلوس جميع الأطراف على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة ثانيا تسمية الكتلة الأكبر وفق ما نص عليه الدستور تسمية الكتلة الأكبر عبر القوى الممثلة للمكون الاجتماعي الأكبر ثالثا حسم موضوع الرئاسات الثلاث عبر تفاهم أبناء كل مكون فيما بينه والجميع يتعامل مع مرشح الأغلبية السنية والأغلبية الكردية والأغلبية الشيعية رابعا صياغة البرنامج الخدمي والسياسي للحكومة القادمة وتحديد أسقفٍ زمنيةٍ واقعيةٍ لتنفيذه وتحديد معايير اختيار الفريق الوزاري المأمول خامسا توزيع الأدوار فمن يرغب بالمشاركة في الحكومة ينظم إلى فريق الأغلبية ويلتزم بدعم الحكومة بالبرنامج المتفق عليه ويُعلِنُّ تحمُّل المسؤولية الكاملة عن مشاركته وقراره ومن لا يرغب بالمشاركة ونحن منهم يتخذ من مجلس النواب منطلقًا لمعارضته البناءة اشتركوا في القناة